يا صباح الإشراق والصحة وكل الأميات الحلوة دايماً لمشاهد نهار الستات على نهار ودائماً البشرات التي تتويلى والتي تصر من أحلى البشرات وإحنا في بداية 23 ويناير ده بداية انطلاق برنامج الستات وبالحب بحبكم بدعمكم ويعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ودايماً الحمد لله والحمد لله على الحمد لله على رأي وقولة عبد الرحيم كمال برنامج الستات بفارق أكتر من 50 مليون مشاهد عن أقرب منافس صفحة الستات في 22 صفحة برنامج الستات هي الأعلى في 22 الأعلى في معدل المشاهدة والتفاعل في كبرنامج اجتماعي على الفيسبوك داخل مصر في عام 22 الحمد لله الحمد لله دايماً النجاح والصدارة والمحافظة على المقدمة أكيد مش حاجة سهلة مجهود واجتهاد وتعب لكن الحمد لله ربنا بيكلل هذا الجزاء برد ورحمة وتبطبة والحمد لله الحمد لله ودايماً عندنا طول الوقت إيمان ويقين بتوفيق ربنا ومواصلة السعي والدعم الكبير من حضراتكم ودايماً في ضغرنا ودايماً كل الحب لكم كل الحب منكم هو ده اللي بنسعى إليه دايماً نحن نبقى متميزين ونبقى دايماً موجودين ونجحين بدعمكم شكراً لجمهورنا الكبير على هذا الحب وهذا الدعم إن شاء الله يا رب كل الوعد وكل الأمنيات وكل الدعاء إن اللي جاي بقى أحلى مع الستات على نهار دايماً الحمد لله والحمد لله وطبعاً بنشكر فريق السوشيال ميديا صفحة الستات الصحفي الأستاذ محمود حنفي وإدارة السوشيال ميديا في قناة نهار أستاذ جودة وأستاذ حسن بنشكركم جداً ودايماً دعمين ودايماً إحنا طمعين وننتظر الأحسن والأفضل دايماً